اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم وأرحبكم في هذا الشرح القديد والذي سوف يكون لخاصية إيرتروب في نظام iOS خاصية إيرتروب هي خاصية تمكنك من مشاركة الملفات بين مختلف أجهزة iOS بين آيفون آيفون وآيفون أو آيفون وآيباد أو آيباد وآيباد آخر عشان ما نطيل عليكم آآ راح نستعرض لكم الخاصية أو نشرح لكم الخاصية بشكل عملي آآ شاشة طبعا آآ راح نستعرض طريقة صفحة اثنان من أرأة طريقة آآ مشاركة الروابط والصور والحال نفسه ينطبق على باقي الملفات آآ عشان نفعل الإيرتروب نفتح مركز التحكم أشاشة الرئيسية اثنان من ثلاثة أشريطة وآيباد اثنان من ثلاثة أشريطة مركز التحكم فتحنا مركز التحكم ونروح للإيردروب يتعبر مطأ يتقنع إيردروب الماستلامي متوقف زر قد إيردروب الاستلام متوقف بس نجد الصوت كلمات أس سرعة الكلام مستوى أربعين في المئة خمسين في أس كلمات أحرف إن إيردروب الماستلامي متوقف زر نضغط عليه إيردروب الاستلام متوقف إيردروب تنبيه يمكنك جعل جهازك قابلا للاستلامي متوقف زر والحين لدينا هنا ثلاثة خيارات طاقة البطارية خمسين في الخيار الأول الاستلام متوقف والثاني جهات الاتصال والثالث الجميع إذا كان الجهاز اللي بترسله الملف موجود في جهات الاتصال يعني مسجل معك في جهات الاتصال فاختار جهات الاتصال أفضل يعني عشان تكون عندك طبقة من الخصوصية لكن بمعنى الجهاز اللي عندي هذا الجهاز الآخر ما مسجل عندي في جهات الاتصال فاختار الجميع الجميع زر لما نضغط على الجميع البلوتوث راح يشتغل تلقائيا لأنه لأنه يعتمد على البلوتوث نضغط الجميع حتى جهات الاتصال نضغط الجميع الجميع قفل المتجاه زر أتبدي كذا البلوتوث اشتغل والإيردروب أيضا اشتغل ننجي للجهاز الآخر في الجهاز الآخر نروح إلى نفتح الجهاز نروح إلى مركز التحكم ونعمل نفس الخطوة نبحث عن الإيردروب نفس الطريقة نروح إلى الجميع الجميع نمط الطيران كذا تفعلت الميزة في الجهازين الحين أشتغل لا توجد أساقل بريد البتروني غير مضروعة بل شوف طريقة مشاركة روابط أي رابط عندك من الأب ستور تعمله بس يعني تقدر تفتحه كمشاركة ممكن ينترسل عن طريق الإيردروب وهو تلقائيا راح ينحفظ في الملاحظات شاشة معتمة بعض الروابط نحفظ في الملاحظات الكاميرا راح نشارك رابط تطبيق موجود في الجهاز هذا إلى الجهاز الآخر صفحة مجلد إضافية زق الحاسبة الملاحظات صوت الإجراءات متوفرة تطبيق ملاحظات الصوتية بنشارك الرابط بأي طريقة يعني حتى إما عن طريق 3D Touch أو الآبصور نفسه اختصارا للوقت بندخل عن طريق 3D زاش استبعى الملاحظات إضافة زر استبعى الملاحظات إثنان أعلى أشاشة مشاركة مشاركة الملاحظات إلغاء مستلم إردروب زر إلغط للمشاركة مع إيردروب أول شي أن إردروب لم يتم العثور على واحد بعد صورة الميزة هنا إن الجهاز الآخر لازم يكون يعني مفتوحة شاشته عشان عن الإزعاق وكذا فالحين هذا الجهاز مفتوح فتحنا الجهاز لهذا وظهرت لنا اسمه ضحرنا اسمه اسمه آيفون قالنا مستلم إيردروب أضغط عليه بما أن الرابط هذا من للأبستور فقال يرقب في عرض الرابط هذا في الأبستور نضغط عرض فتح لي صفحة التطبيق مباشرة في الأبستور مباشرة لو كان رابط آخر فهو راح نحفظ تلقائيا في الملاحظات يعني نروح مثلا عندي رابط آخر في الملاحظات نشوف الملاحظات صوت راحبات بس الملاحظات صفحة اثنان من أشاشة الرئيسية أساعة الملاحظات الملاحظات الملاحظة ملاحظة جديدة زر الملاحظ واحد ثلاث تم لمغتي ملاحظة ملاحظة يتعذر النطق اثنان هذا الرابط معمل له مشاركة في الملاحظات تخطيط أسور قائمة حلف الملاحظة مشات إضاف مشاركة الملاحظة زر مشاركة الملاحظة أي ملف يدعم الملاحظة يدعم المشاركة فهو يدعم الإيردروب قال لي آيفون مستلم إيردروب يرغب آيفون بمشاركة ملاحظة قبول الملاحظة الملاحظات مرحبا خزن خزن للرابط في الملاحظات مباشرة لكن بما أنه هذا الجهاز يعني توام فرمت متابعة تنبيه الملاحظات زر الرجوع مشاركة أسابع من ملاحظة www.mobi.tv يتعبر انتقه تلقائيا انتقل الرابط في الجهاز الآخر آه تمام عنا فيديو فهل ممكن نعمل له مشاركة الإجراءات متوفرة إلى الجهاز الآخر فنشوف أسور فيديو ثمانية وتشغيل هذا فيديو تجريم يا تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من تشغيل فويس أفر أسور اليوم زر الرجوع فيديو أتحكم في حف تحرير تشغيل المفضلة مشاركة زر فتحنا الفيديو راح ندور على سر المشاركة ورح نشوف ننمس في المتصف ظهرنا الجهاز آيفون مستلم ايردرو نضغط عليه تم الاختيار آيفون قيد المنتظاء يتعذر مستلم يرغب آيفون بمشاركة فيديو قال يرغب آيفون بمشاركة فيديو الميزة هنا إن كل الملفات اللي ترسلها يذكر لك يعني نوع الملف عمل قبول ومباشرة يوديني تطبيق الصور ويعرض لي الفيديو هل نشغلها بس بلحظات بس بلحظات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وهذا الفيديو انتقل عندي في الجهاز الآخر فكذا باختصار طريقة مشاركة الملفات كيف نعطل الميزة أو الخاصية نفس طريقة التفعيل نروح مركز التحكم نروح لأيردروب ونعمل الاستلام متوقف بس الاردروب توقف بس البلوتوث لا يزال شغال نروح للبلوتوث يتعبر نطق متوقف والبلوتوث عمله متوقف وكذلك في الجهاز الآخر بس اختصار للوقت ما بنعمل الايقاف للجهاز الآخر فكذا باختصار عمل ميزة الايردروب اتمنى انكم تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الملاحظة 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 بيقاس